وطبعا يأتي القضية أيضا في الأداد القادمة الحديث الآن ما تعلق بالخرجة الإعلامية للمدير الرياضي أو المناجر العام أو الناطق الرسمي أو المدير الفني أو المدير التقني يعني مسؤول بأربع أو خمس قبعات في ناديو فاقستيف شيء جميل يتمد على الكفاءة المحلية هي الكفاءة الجزائرية وشيء جميل إعطاء الفرصة لناس طبعا هم مشت في السابق نحن رحمنا طبعا بهذا الأمر ونتمن ونشجع الكفاءة المحلية لكن أعتقد بأن الشركة الملكة أو الناطق الرسمي للشركة الملكة سيد هنا عليه أن يعلم بأن هذا البرنامج هو الذي يصنع الضيوف وليس الضيوف هم الذين يصنعون البرنامج ليعلم الناطق الرسمي هدنة تعمل أساسة تونالغاز أو وفاقستيف بأن نجاح البرنامج هو نجاح الموضوعية والاحترافية لا أقل ولا أكثر عدد ذلك أعتقد بأن الإنزال الإعلامي لعبد كريم بيرا قبل بداية مهامه أعتقده خطأ فادح من طرفكم كناطق رسمي أو كمكلف على كل ما له صلة وعلاقة بالإعلام في نادي وفاقستيف لأن الرجل وقع في سقطات كبيرة مثلا بأنه هو الأحسن وأحسن من مدربين رمي عملوا في الميدان لا يمكن لك أنت كمدرب ربما تجرح في مدربين هم زمالة لك أنا عبد كريم بيرا طبعا أتحدث لا يمكن أن تجزم بنجاحك قبل بداية مهامك ونحن نعرف ما يدور ويصول ويجول في المنظومة الكروية لا للغة التي تجعل منك وكأنك توشى بكل الألقاب سواء كانت قرية محلية وأنا عارف بأنه ناجح مدرب عمرهما كان مرتبط باللقب أو بكات جمهورية أو بطولة تخيلت عندما تتحدث وتقول أن كل مرورك في مناسبة على وفاق ستيف أنك توشتها بكاس إفريقيا الأندية البطلة وتوشتها بكاس السوبر واحتلت المرتبة الثانية أو الثالثة في كاس العالم للأندية لا نروحه فقط بلاقل فقط وحتى ربما الاختيار تعادل للإنزال الإعلامي أعتقد أنه بالنسبة لي هو خطأ من طرفكم ومن طرف من كلفكم للحديث أعتقد كانت الندوة الصحافية كافية ووافية لك وبعدها الميدان والإحكم أنا لا أجرح أن أقول لك على السقطات أنا دورك إعلامي أقف عند سقطتك مثلما أنت تشاهد في الحصان تتوقف عند السقطات تتاعي وأنت تعرف الاحترام الذي بيني وبينك أنا أتحدث عن الصفة وليس عن الشخص الذي أكن له كل الاحترام وأنت تعرف موقفي سيد أبتكلم فقط للسيد هنا عليك أن تعلم بهذه القناة هي قناة محترمة وعليك أن تراجع دروسك جيدا نعود اليوم القبعات محمي هوبي المدرب بقبعات مدرية دي طرها أنسب طرها خير أمتل لشركات اليوم عرفت بأن كفاءة جزائرية لابد أن نعطي لها الفرصة عندما تحدث سيد أبتكلم به يكون صراحة هذا كلامي فقط حتى لو حملكم المسؤولية يتحدث بأنه سيقعد في البون وبأنه سيتكلم عن الخيارات وبأنه ربما سيتكلم عن المدرب عن الخطة وربما هذا ربما قد يخلق تشنج بينه وبين سيد إيريدير كمدير تقني أعتقد اليوم لابد من توضيح المهام ما هي مهامك في الفريق هل من أجل مشروع تسييري ومشروع رياضي في آن الوقت هل نقول لك نعم لكن تحمل كل القبعات في آن الوقت أعتقد صعب والأيام ستجيبونها على ذلك وتمنى كل توفيق من عمق القلب سيد محمد ميوبي هل ميدنكم منحاصر تقني طاكتيكي أم بإمكانكم تكونوا أيضا كمسيرين في فرق شوف اليوم الليبوتازلولة في الكرة الجزائرية وهي وراها المشكل في الكرة الجزائرية هل تسييري هل تقني هل تكويني إمكانيات هل اختيار صائب في الفئات الصغرى بدون وساطة هذا هو الشيء المهم إنسان أي إنسان يقدر يكون مدير رياضي بمعنى بعد التجربة بعد التكوين يكون عنده مستوى يقدر يكون مدير تقني يقدر يكون مدير رياضي ويقدر يكون مدير رياضي يكون مدير رياضي سيد عبد رأوبرناوي سيد عبد رأوبرناوي الحديث بكل صراحة بخيطة ويقدر يكون مدير رياضي ويقدر يكون مدير رياضي ويبدأ العمل رياضي ويقدر يكون مدير رياضي تواضع تعدى شون شو نلحقه لأنه عرف كيفش يكمل نحن كما يقول لك مهم جدا أنه واحد يكون متواضع وخاصة يحتارم كما يقول لك قوانين العمل جيد مورا دوردي شي جامل ونعترف على الكفاءات المحلية التي هم مشت شوف واحد ما يسلك في الزائر أقول لها واحد ما رح يسلك علاش لي بكن حتى كريتار اليوم عنا نشوفوا الناس يديروا كارايت وتلقاهم شاكانينا محاكمين دي كلاب وقدر يديروا كارايت مننا ووراهم يعطوا لهم دي بوست مننا اليوم هو الي بردو دير سكي لا دي دير نعود نولي الهدنة هذا ما اسمعتش على كل حالة لح سيبوش تقول ما قالش البيرا قول واحد دروا ديروا الدنيا ما قالش سعطروا توليزا سواء بش يكون يجوز لبلاتو لا ما فهمتنيش بالصح لا لوجيك دي شوز بيرا هو الي اللي نورمال مون يعرف بالليلو تينا هذا سيبان تينا فاصيل سمع مليح نكملك معليش سنعود لك كل هذا لأنه فيه فاصل فأوصل إشارية نعود بعد أن نواصل للحديث طبعا حول هذا الموضوع من جديد نحييكم في جزء الثالث والأخير من برنامج حكيبان المسؤولين على النادي أكيد وفاق سطيف أكيد هم اللي يعرفوا علش جابو إيكس وعلش إيغراك من الصح كينا حاجة لا نستطيع أن نتكلم على بروجي وعندك الليكيب سونيور اللي يتسنك كل جمعة إلا نبحث راك مليح وإلا خسرت تتنحى وذي قلتال عن طريح يا وفي حصة بتاعك وإلا راك تابت أتذكر جيدا لذي قلتال عن طريقة يجب أن يقوم المواكس بكتور خارسه يجب أن تنجزي أدريك يجب أن يتعرف من المواكس نحن بخطأ فمendarك يجب أن يتعرف من المواكس بحي سوف أكثر ونحن سوف يجعل فالآن بدون المواكس أن يوم كان يدى المواكس من الموقع كان كبيرا موسيقى 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 تسجد موسيقى تخسر هذه الرياضة تخسر هذه الرياضة تسمع وتسمع 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 ثم تذهب لدارك والبروجيات يبقى ايتيم يجيب له واحد أخر إلى أخير يا اندي طاعت ريزا بورتو أنا نسوي بالحالي عندك هذا الانديا ما رمش عنديا شركات لماذا كلهم تربح تخسر هذه الرياضة أنك تربح أو تخسر لا يوجد نهاية العالم المفروض لكنك تكون مدير رياضي ركما مرتبط بمشروع ركما بين اقتصادي ورياضي انا اهمني جدا أنه تدير نادوات صحفية نسمع أرقان نسمع المداخل كيفية الكيفية الميزانية الاقتصادية بعد الإمكانية تعطيني المشروع هل عندك الإمكانية او لا عندك برنامج كما يقول لك على استراتيجية قصيرة المدى متوسطة ولحتى بعيدة المدى هذه الأمور الاحترافية الفريق الأول بلك تعاون المسؤول لا مش كلمة الفريق لا مراد 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 مردي الموضوع تعالى هل بإمكانك أن تتقلد ثلاث مناسب أو أربعة مناسب في آن الوقت هل المهمة هي صعبة نتمنى كل التوفيق ويشهد الله على ذلك حتى لما ننتقد أن النقد الموضوع ننتقد صفة أو أن تأخذ الشخص محمد ميهوبي إلى موضوع متعلق بالقسم الثاني مجموعة أكيد أكيد كفاءة جزائري أكيد عنده إمكانية لا لا أكيد فقط لا 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 يمكن أن تتقلد محاسبة شخص لما يبدأ عمله فقط موراد لا لا وراد لما تكون عندك موراد سمح لي تكون عندك إطلالة إعلامية في قنوات متتالية في نفس اليوم تمر في 3-4 توقع في السقطات وتدخل في الآن وأنا كنت وأنا درت وأنا عمت لا خلي الميداني تكلم عليك وخلينا هناك وسيل الإعلامية نتحدث عنك كما تحدثنا عن إطارات جزائري أخرى